العادة السرية محرمة في أصحي أقوال أهل العلم وهو قول الجمهور ولا يجوز الإقدام عليها ومن فعلها فهو آثم يجب عليها أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفر الله سبحانه وأن ينتهي عن هذا الأمر وإن كان قادراً على الزواج عليه أن يتزوج لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء أتف ليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ما أرشد الصحابة الذين لم يستطيعوا الزواج إلى العادة السرية الاستمناء وإنما أرشدهم إلى الصيام والمعنى الإنسان يأتي بالوسائل التي تقطع بإثارة الشهوة تفجر الغريزة في النفس يعني الصيام حرص أن يكون في جو صحي مع الطيبين في حلق القرآن في دروس العلم في المساجد يمنع نظره من الحرام كالنظر إلى المجلات أو الأفلاء الشيء يقطعها الإنسان لأنه سبب من أسباب تفجير الغريزة احرص على الزواج فالزواج كله خير وإن لم تستطع فعليك بالصوم وعليك ببذل هذه الوسائل